اشتركوا في القناة واجهزة الشرطة والامن تفعيلا لقرارات اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بعدما كان التمرين الاول قد عقد في نوفمبر 2016 بمملكة البحرين في اطار العمل على تعزيز تعاون المشترك بدول المجلس وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل الامني مع الاحداث والتحديات المشتركة واكد معالي وزير الداخلية ان امن الخليج العربي اثنان يشكل نقلة رائدة في مسيرة التعاون الامني ويعكس مدى التلاحم والتكاتف في اداء الواجبات الامنية كما يمثل اضافة كبيرة الى منظومة التعاون والتنسيق الامني وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون ويزيد من قدراتها على التعامل الفعال مع التحديات والمتغيرات المتسارعة التي اضطرأت على المحيط الاقليمي خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الارهاب منوها الى ان العمل الميداني والتعاون الامني على ارض الواقع من افضل الطرق للتجانس وتطوير العمل المشترك واوضح ان ما تعانيه منطقتنا من تحديات ومخاطر في الفترة الراهنة يدفعنا الى مراجعة الموقف ودراسة الامكانات المشتركة ووضعها في اطار تعاوني وتنسيقي متقدم انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي تؤمن به دولنا ما يتطلب مواصلة العمل على رفع الجاهزية والاستعداد وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة انواع التهديدات والمخاطر وتبادل الخبرات والمعلومات بما ينعكس ايجابا على الامن والاستقرار واعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وما وفرته من امكانيات تنظيمية وتقنية متعددة كان لها الدور الاساسي في تحقيق اهداف التمرين وفي مقدمتها تعزيز التعاون والخبرات والتجارب لمواجهة التهديدات المشتركة معربا عن تقديره للقدرات المتطورة وحسن الاستعداد والجاهزية والكفاءة العالية التي تحلت بها القوات المشاركة في التمرين وما قدمته من اداء امني احترافي هذا وقد بدأت الفعاليات بتنفيذ فرضيات تمرين امن الخليج العربي اثنان حيث استعرضت القوات المشاركة بمعداتها واجهزتها وافرادها الادوار المنوطة بها كل في مجاله في اطار التدريب على سيناريوهات متعددة وتنفيذ منظومة عمل تكاملية مشتركة اذ يهدف التمرين الى تدريب العناصر الامنية على كيفية التعامل مع الاحداث الطارئة ورفع مستوى الجاهزية الامنية بين وزارات الداخلية بدول المجلس من خلال تعزيز ورفع درجة التعاون والتنسيق لمواجهة الازمات والمواقف الطارئة والارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الامنية بين دول المجلس وكان معالي وزير الداخلية قد وصل اليوم الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث كان في استقباله سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد بن سلطان الانهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بعدها قام اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وقبيل حضورهم ختام فعاليات تمرين امن الخليج العربي اثنان بجولة داخل معرض اكسبو 2020 والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في دبي وهي المرة الاولى التي ينظم فيها المعرض في منطقة الشرق الاوسط افريقيا وجنوب اسيا ويقام تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل ويتضمن جناح مملكة البحرين بالمعرض الاشارة الى مساهمة الطبيعة الجغرافية للبحرين في تحديد طريقها للتطور والذي يمتد الى تشجيع التجارة والاعمال والابداع وهو ما اصبح احد اهم مصادر قوتها واطلع الوزراء على اجاز بشأن تاريخ المعرض حيث لا تزال معارض اكسبو من اكبر الاحداث الدولية ومن المتوقع ان يجذب معارض اكسبو 2020 دبي اكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة انعقاده من 20 اكتوبر الى العاشر من ابريل وسيشكل منصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامة لعقود طادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة